المنسعد لأشار إلى من تقدمه الحقيقة السبت يغلق باب الترشح لانتخابات اتحاد الكورة والانتخابات 10 ديسامبر حتى الآن أو حتى اليوم مع غلق نهاية عمل اليوم لم تتقدم إلا قائمة واحدة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة القائمة فيها الأستاذ خالد الدرندالي نائبا للرئيس والأعضاء الأستاذ أحمد حلم الشريف والأستاذ محمد يونس الشربيني والأستاذ وليد عمر عبد الجواد ومصطفى عبدالله إبراهيم أبو زهرة مصطفى أبو زهرة وطارق أبو العنين طارق محمد أبو العنين ومحمد أبو حسين والزميلة الصحفية إيناس مظهر ده القائمة بتاعة هاني أبو ريدة تسع أفراد الرئيس والنائب ثم سبعة أعضاء وفي قائمة احتياطية لأنه حسب الليحة بيتحطي تلاتة احتياطي إذا ربما في خلال الدورة يسقط أي عضو لسبب أو لآخر يبعد فيدخل واحد من التلاتة دكتور أشرف موسى وجيم سحنة وهيان بركة ممكن أسألك سؤال سؤال سبراهيم أنا رجل جاهل جدا ببقية الوسط لم ينشغل أحد بتقديم وتعرفنا بسائر مرشحين اللي ربما يكون الحل عندهم هم ما أنت متعرفش حاجة عنه لكن ربما يكون هم من أصحاب الفكر والشخصية اللي تقدر تطور عرفون عليه كلهم رجال أعمال في أندية يمكن الأستاذ أبو ظاهرة كان عضو تحت السن في النادي الأولمبي وعد كده هتلاقي مختلف الأسماء اللي كان في تجربة نادي خاص واللي كان مثلا في نادي بولدي نعرفهم ده فين ده فين ده فين ده فين ومصير تجربهم ايه يعني أنا كنت في نادي اكس قدرت أعمل في النادي ده من واحد إلى كذا قدرت أزود موارده وكذا قدرت أنظم لا أنا ونتكلم على سابقة أعمال ما فيش لمسة كبيرة لا أنا معرفش ممكن حد فيهم يكون طيب إساماته الأخرى في الشأن الكرة احنا بنتحدث عن الكرة مصرية جماعة وبنقارنها بأفريقيا وبنظم وبنقارنها وعندنا عشم في القادم عندنا عشم في القادم إنه يقدم لنا حلول حد يقول لنا ويعرفنا حتى لو القائمة دي حتنجح بالتسكية اللي هي لحد الوقت ما حدش نزل قدامه ما حدش نشغل يقول لنا مين دول ما حدش نشغل يستضيف حد منهم ما حدش نشغل يقول لنا دا يقدر يعمل كذا دا تجربته بتشير إلى كذا يعني أنا مثلا لو قرأت اسم الأستاذ مجد نجاتي لا أستطيع إن أنا أقول آه كده ممكن الأستاذ مجد أن أعرف عنه 1-2-3-4 يدعو إلى الآمن المواد الشريف حبيب أيو أنا أعرف عنه كذا 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 ناس سبق لنا التعرف عليه ونقدر نقيم أعمالهم طيب بصوا جماعة أغرب شيء وأخطر شيء إنه لسه الباب ما تقفلش وإن شاء الله تعالى مش هتلاقوا يعني من هذه المجموعة إلا الطموحات اللي ترضي الكرة المصرية بإذن الله لكن الغريب جدا أنه يسبقها مخالفة إدارية صريحة في إشارة واضحة محدش نفاها حتى الآن إنه المهندس هاني أبو ريدا وهو المأمول منه الكتير ينوي إلغاء ربطة الأندية واستعادة الدوري تاني كلجنة داخل اتحاد الكرة هنا دي ردة كبيرة قوي ليه؟ أولا بعيدا عن جدوى الرابطة وأهميتها ده نص صريح في لايحة النظام الأساسي لايحة النظام الأساسي للاتحاد المصري اللي معمول بيها واللي تتعامل عليها الانتخابات واللي جاء عليها المجلس اللي فات واللي اعتمدت من الفيفا وكانت برعاية المهندس هاني أبو ريدا نفسه فيها نص صريح وواضح إنه بتتشكر رابطة لأندية الدوري الممتاز من سبعة أفراد الأعضاء الأندية أعضاء الدوري كل واحد بيرشح واحد منه من خارج مجلس إدارته بينتخبوا مجلس من سبعة أفراد خمسة بالإضافة إلى اتنين يعينوا متحدة الكرة من خارج مجلسه ودول اللي بيديروا المسابقة وحقوقها وجدوالها وعقوباتها وكل شيء يتعلق بمسابقة الدوري الدوري مملوك لأصحابه اللي هم مين الرابطة اللي بيتمثل للأندية الثمانتراشة انت عملت ربط السنتين اللي فاتوا النائب أحمد دياب مشي فيها بإنجازات كانت ملموسة ورجعت الجماهير للمدرجات وكان فيه كتير من التطوير اللي حاصل في المسابقة وكان الكل بيأمل ان احنا هنبنى على ده السنة دي احنا تلعب أسبوعين من الدوري ولكن حتى الآن ما تعملتش ربطة جديدة ما تشكلش مجلس جديد للربطة الكلام اللي بيتقال دلوقتي انه المجلس قبل ما ينتخب ناوي على مخالفة داي ممكن لا دا انا عايزة اسألك انت اه ما تيجي نتناقش فضل امر ممكن ننقشك فضل فضل اولا الربطة في النظام الاساسي سنين احنا قلنا ان الدوري بتاع الدوري الممتاز تديره الربطة وان المنتخبات ونشر اللعبة وسائر شؤون اللعبة والحكام ما أنا بقول وسائر شؤون اللعبة طبعا الاتحاد تعال نشوف ايه الوضع هنا وايه الوضع هنا اخفاق كامل في كل المنتخبات اهم حاجة نشر اللعبة ما عرفش لازم حد يقول لنا ايه ملامح نشر اللعبة غير الاكاديميات والاكاديميات الخاصة تحديدا وبعض البرامج التي يشرف عليها وزارة الشباب الرياضة برامج الاكتشاف المواحد فين دور الاتحاد عايزا اتلمسه بالنسبة للتحكيم ما اظن نشي التحكيم عاش فطرة اسوأ من اللي عايشها دلوقت مش على صعيد الصفارة الصفارة طول عمرها فيها مشاكل واخطاء لكن علاقات التحكيم وبعض علاقات التحكيم بأسرة او بكرة القدم والدوشة اللي حصلة والكلام اللي بيطلع كل شوية ما اظنش ان فيه حد بيكتب عليه زي تحكيم المصري ما يكتب عليه او يؤلع عنه او الاختلاف اللي بين حتى الخبراء بينهم وبين بعضهم ولكن عندما يستشعروا الخطأ قدي نص صلاحة النظام الاساسي عن قانونية وجود الرابطة وحتمية وجودها في النظام الاساسي ما احنا خلاص اصلي دي مش هتقول لها انت لذا كنت متأكد منه اي مش محتاجين نقرأ حتى ليه لان حتى لو انت ما قلتاش صح هيطلع لك متعد ويقول لك اذا بتتكلم في ايه فانت احنا رمينا حجرة في الماء الركض ويقول لها رد علينا احد بس انا يعني عايز اكمل ادي التحكيم طب كأس مصر مسابقة لا تكتمل في موعدها ابدا دن وانت تفاجأ حتى بالتعديل لم عبو يستكمله السنة دي عشان يعمل موسم استثنائي للسنة الجاية فجأت الاندية بها فاضطر النادي اللي هل يعتذر واصرت على اندية كبيرة زي الزمال فوجب هذا الكلام مش ما فيهاش شكل طبيعي من طبيعة مسابقة كأس مصر يتستكمل في موسم جديد يعاني من هذا الارتباك والعشوائية والفجائية مدخيل كرة القدم حد يقول لي مين نستفاد من هذه المدخيل اتحاد الكرة ينفق مبالغ مرعبة ولا احد يقول لنا هي دي فلوس مين وجاء يمنين وكيف ضبرها اذا كانت اموال عامة فتخضع لرقابة الاموال العامة ميباش عندي مدرر بياخد 280 الف دولار وتطلع اشاعة انا بقولش انها حقيقة انه بياخد 85 الف دولار في مكان اخر دلوقتي ماينفعش بينفع انه يطلع ياخد عندي 100 الف دولار ويطلع مر ياخد 85 75 لا انا مصر اللي كل عشمان فيها ماشي لكن كده لأ طيب تعالي بقى النقيد نشوف الرابط عملت ايه بكل المتاعب والصعوبات اللي فاتت بيها المسابقة وتكدس المباريات كنت بتقدر تخلص الدور بكل العيوب اللي احنا شوفنا بنرصدها وده حنرصد العيوب ما بنقولش انه حقا بطولة الرابطة ها والتي لم ترقى الانها تبقى بطولة قوية الاندية تتعافت عليها طبعا لانها متشابكة مع مصابقات اخرى وتوقيتات صعبة الا انها افرزت لنا اندية جديدة تمكنت هذه الاندية انها تحصد القاب وتشارك في نظام سوبر جديد واصبح هناك رئة ومتنفس لاندية بخلاف اندية القمة انها تحقق بطولات وتاخد مردود مجهودة ومصارفها اللي بتصرفها وتطلع على المحافل يتردد اسمها فيه سيراميكا وفيه زادة وفيه مش عارف فيه ويتشار وفيه وفيه اذا ما قدرش اقول ان دي بطولة فشلة وماش كاملة عايزة تتطور طريقة اختيارها مش عجبني لان برضو فيها نوع من فرض الامر الواقع هما دول ايه كذا يعني عندما تكون الامور يا استاذ ابراهيم طبيعية حنشوف نتجة فانا مندهش جدا بس هل انت استاذ ابراهيم انا بقى هقولك انت يعني مش ههاجم اللي قلته انما هاعترض عليه بعض الشيء ايه تبطول المهندساني ابريدة ينتوي ولا يانوي سيان يعني سيان اه انه يغير انت بتحكم نوايا الا اذا كان الا اذا كان المهندس ابريدة قد اعلن هذا او ان امرا ما يدبر بليل طيب كانت خليني اقول لك انا انا بقول معلومة في حال نجاح قيمة المهندساني ابريدة انت حتى الان ما اعلنتش عن تشكيل ربطة الاندية حتى الان لم تتسلم الجدول حتى الان لم تعمل في مسابقة الدورة ما نتمنى ان تكون المعلومة على الاقل غير دقيقة او يتم التراجع عنها لانه من الخطأ الكبير جدا نبدأ ولاية جديدة لاتحاد الكرة بمخالفة صريحة اباش مهندس هاني اللايحة صريحة الربطة تطور مهم جدا في البناء الكروي الانجازات اللي تمت كانت جيدة مطلوب البناء عليها استعادت كعكة الدوري لمجلس ادارة الاتحاد ما يكون شي بالمخالفة